عاد الهدوء إلى غابات بورنيو الاستوائية والحياة اللباتية باتت مصانة من جديد قبل بضع سنوات كان قطع الأشجار رائجا ويشكل موردا رئيسيا في هذه الجزيرة الاندونسية كان الناس هنا يقولون إنهم حطبونك يتمكن من تزديد كلفة التأمين الصحي فرأيت على الفور أن الصحة الجيدة قد تكون جامعا مشتركا بين الغابات والبشر فكان اقترحت هذه المنظمة الاندونسية غير الحكومية على السكان أن يتوقف عن قطع الأشجار في مقابل منحهم تأمينا صحيا ومنذ إطلاق هذا البرنامج في العام 2007 تراجع عدد الأسر التي يشكل قطع الأشجار مزدر رزقها من 1400 إلى أقل من 200 أفكر في غد اليوم بعدما أصبح لدي أطفال إن وصل قطع الأشجار قد لا يرى أطفال أي شجرة في المستقبل يقدم البرنامج مستويات مختلفة من التأمين الصحي بتخفضات متفاوتة تبعا لبدالتزام القرويين كذلك يتيحوا أولئك الذين يعجزون عن تزديد كل ما يتوجب عليهم استبدال العملة النقدية بمنتجات محلية ثمت أشخاص لا يملكون ما يكفي من المال لتزديد تكاليف علاجهم يمكنهم التفع ببذور الأشجار بذور تزرع في هذا المشتل لتثمر شجيرات تسمح بإعادة تشجير الغابات شيئا فشيئا لدينا شعور بأن الأمر مفيد للجميع الغابة محمية والناس في وضع أفضل صحيا وماديا تبقى هذه المبادرة هامشية بالنظر إلى حجم المشكلة لكنها تسهم في تغيير الأفكار النمطية وقد خسرت اندونسيا أكثر من 6 ملايين هكتار من الغابات الاستوائية منذ مطلع الألفية الثالثة عاد الهدوء إلى غابات بورنيو الاستوائية والحياة اللباتية باتت مصانة من جديد قبل بضع سنوات كان قطع الأشجار رائجا ويشكل موردا رئيسيا في هذه الجزيرة الاندونسية كان الناس هنا يقولون أنهم حطبونك يتمكنوا من تزديد كلفة التأمين الصحي فرأيت على الفور أن الصحة الجيدة قد تكون جامعا مشتركا بين الغابات والبشر فكانان اقترحت هذه المنظمة الاندونسية غير الحكومية على السكان أن يتوقفوا عن قطع الأشجار في مقابل منحهم تأمينا صحيا ومنذ إطلاق هذا البرنامج في العام 2007 ترجع عدد الأسر التي يشكل قطع الأشجار مصدر رزقها من 1400 إلى أقل من 200 أفكر في غد اليوم بعدما أصبح لدي أطفال إن وصل قطع الأشجار قد لا يرى أطفال أي شجرة في المستقبل يقدم البرنامج مستويات مختلفة من التأمين الصحي بتخفيضات متفاوتة تبعا لمدى التزام القرويين كذلك يتيحوا أولئك الذين يعجزون عن تزديد كل ما يتوجب عليهم استبدال العملة النقدية بمنتجات محلية ثمت أشخاص لا يملكون ما يكفي من المال لتزديد تكاليف علاجهم يمكنهم الدفع ببذور الأشجار بذور تزرع في هذا المشتل لتثمر شجيرات تسمح بإعادة تشجير الغابات شيئا فشيئا لدينا شعور بأن الأمر مفيد للجميع الغابة محمية والناس في وضع أفضل صحيا وماديا تبقى هذه المبادرة هامشية بالنظر إلى حجم المشكلة لكنها تسهم في تغيير الأفكار النمطية وقد خسرت اندونسيا أكثر من 6 ملايين هكتار من الغابات الاستوائية منذ مطلع الألفية الثالثة ترجمة نانسي قنقر